نسبة والمعدل نسبة أفضل أيضا تعرفنا على معدل وحدة عند تبسيط المعدل ليكون مقامه واحد سيصبح معدل وحدة مثل خمس ريالات سعودية تساوينا واحد دينار أردني بعد ذلك تعرفنا على جداول النسب تعرفنا أن جداول النسب هي جداول تتميز بأن أعمدتها يوضع فيها أزواج من الأعداد لها النسبة نفسها بعد ذلك تعرفنا على النسب المتكافئة واتفقنا بأنه لإيجاد نسب متكافئة فإن لدي أربع طرق أما بضرب كل كمية بالعدد نفسه أو إيجاد النمط وتوسعته أو بالقسمة والضرب معا أو بقسمة كل كمية على القاسم المشترك اليوم بإذن الله سنراجع الأهداف التالية أحدد ما إذا كانت الكميتان متكافئتان أم لا أحل تناسبات أحل المسألة باستعمال خطة البحث عن نمط نبدأ بسم الله في درس الثالث من الفصل السابع درس التناسب ما هو التناسب؟ ما هو التناسب؟ التناسب هو عبارة عن معادلة تبين لنسبتين إذن هو معادلة تبين لنسبتين أو معدلين هل هما متساويان أو لا إذن هو عبارة عن معادلة تبين هل النسبتين أو المعدلين الذي أمامنا متساويان أم لا فلو كان لدينا فردا اثنان صورة بعشر ريالات لدي صورتين بعشر ريالات ولدينا ستة صور بثلاثين ريال إذن صورتين بعشر ريالات وستة صور بثلاثين ريال هنا سنقول بأن النسبتين يوجد بينهما تناسب لماذا؟ عندما بسطنا اثنان صورة على عشر ريالات وقسمنا على اثنان وجدنا بأن الصورة الواحدة ستكون قيمتها خمسة ريالات كذلك عندما بسطنا ستة صور على ثلاثين ريال أيضا وجدناها الصورة بخمسة ريالات إذن في كل الحالتين كانت لدي قيمة الصورة الواحدة بخمسة ريالات إذن هنا نقول بأن يوجد لدينا تناسب أو الكميتان متناسبة لدي عدة طرق لتحديد إذا كانت العلاقة بين كميتين هل هي متناسبة أم لا؟ قد تكون الطريقة الأولى المقارنة بين معدلات الوحدة؟ قد تكون الطريقة الثانية استعمال المعدلات المتكافئة وذلك بإيجاد النسب المتكافئة أو الكسور المتكافئة ننتقل لنطبق أو نجد التناسب في تدريب ستة صفحة خمسة وثمانون تدريب ستة صفحة خمسة وثمانون هل الكميات في كل زوج من النسب أو المعدلات الآتية متناسبة؟ أم لا؟ إذن المطلوب هنا تحديد هل العلاقات أو النسب الموجودة أو المعدلات عبارة تمثلي تناسب أم لا؟ مع تفسير الإجابة لماذا؟ لماذا هي متناسبة؟ أم لماذا هي غير متناسبة؟ كذلك يريد التعبير عن كل علاقة تناسبية في صورة تناسب إذن لدينا ثلاث عبوات حليب أربع وعشرين ريالا وثمان سبع عبوات حليب ستة وخمسون ريالا أولا سنكتب المعدلات الموجودة أمامي في صورة كسر إذن سأكتب المعدل في صورة كسر هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية سأوجد معدل الوحدة سنجد معدل الوحدة إذن أولا لدينا ثلاث عبوات حليب بأربع وعشرين ريال إذن الأربع وعشرين ريال تمثل قيمة ثلاث عبوات إذن كتبنا بسط ومقام أربع وعشرين ريال تقسيم أو كسر ثلاث عبوات حليب النسبة الثانية أو المعدل للآخر عبارة عن ستة وخمسون ريالا هي ثمن ماذا سبع عبوات حليب إذن ستة وخمسون ريالا هي ثمن سبع عبوات حليب هنا نريد الآن ماذا نريد الآن أن نبسط معدل نحوله إلى معدل الوحدة أربع وعشرون ريال وثلاث عبوات حليب نريد أن نبسطها إذن أنا أريد أن أحول المعدل هنا إلى واحد إذن سنقسم على ماذا؟ على ثلاثة إذن أربع وعشرون قسم الثلاثة سيكون ثمانية وثلاثة قسم الثلاثة ستكون واحد إذن معدل الوحدة هو ثمانية على واحد هنا ستة وخمسون ريالا ثمن سبع عبوات حليب هنا نريد الآن أن نحولها إلى معدل الوحدة إذن نريد أن نحول المقام إلى واحد إذن نقسم على سبعة نقسم على سبعة بسطا ومقاما ستة وخمسون قسمة سبعة سيكون لدينا أحسنتم ثمانية وسبعة قسمة سبعة ستكون واحد ماذا تلاحظون هنا؟ ماذا تلاحظون هنا؟ على معدلات الوحدة؟ أحسنتم وجدنا أن معدل الوحدة لكمية الأولى هو عبارة عن ثمانية على واحد والكميتين الأخريتين أيضا هي ثمانية على واحد إذن نلاحظ بأن معدل الوحدة متساوية إذن ستكون لدينا هنا العلاقة أو العلاقة متناسبة إذن العلاقة متناسبة نعم لأن معدل الوحدة ثمانية على واحد متساوي إذن المعدلات متناسبة لننتقل الآن إلى فقرة سبعة أيضا تسجيل ستة عشر هدفا في أربع مباريات وتسجيل ثمانية وأربعين هدفا في ثمان مباريات صفحة خمسة وثمانون أيضا مطلوب هل تمثل لي معدلات متناسبة أو النسب متناسبة أم لا إذن سأكتب المعدلات في سورة كسر ثم أوجد معدل الوحدة أولا لدينا ستة عشر هدفا في أربع مباريات إذن ستة عشر هدفا في أربع مباريات إذن سنكتب ستة عشر هدفا في البص وأربع مباريات بالمقام كذلك لدينا هنا تسجيل ثمانية وأربعين هدفا في ثمان مباريات إذن سنكتب أيضا المعدل هنا ثمانية وأربعون هدفا من ثمان مباريات نريد أن نوجد معدل الوحدة هنا إذن المعدل الأول كيف نحوله لمعدل الوحدة؟ سنقسم على أربعة ستة عشر قسمة أربعة ستكون ماذا؟ أربعة وأربعة تقسيم أربعة سيكون واحد العلاقة الثانية كما اتفقنا سنكتب ثمانية وأربعون هدفا على ثمان مباريات سنقسم هنا على ثمانية لماذا؟ حتى يكون لدينا المقام واحد إذن سنقسم أيضا البسط على ثمانية ثمانية وأربعون قسمة ثمانية ستكون الإجابة ستة وثمانية قسمة ثمانية ستكون واحد ماذا نلاحظ هنا على معدل الوحدة؟ معدلات الوحدة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هنا أربعة من واحد وهنا لدينا ستة من واحد هل هم متساويان؟ لا غير متساويان بالتالي هل الآن المعدلات متناسبة؟ إذن بما أن المعدل الوحدة غير متساويان بالتالي المعدلين غير متناسبين إذن لا يوجد تناسب لدينا هنا ننتقل الآن إلى تدريب ثلاثة صفحة 85 ثلاث ساعات عمل مقابل 120 ريالا وتسع ساعات عمل مقابل 360 ريالا اتفقنا معا بأن طرق إيجاد التناسب أما إيجاد معدل الوحدة أو نوجد المعدلات المتناسبة أي نستخدم الكسور المتكافئة هل هي كسور متكافئة أم لا إذن أولا سنكتب كل معدل في صورة كسر ثم نحدد هل الكسور متكافئة أم لا لدينا أولا ثلاث ساعات عمل مقابل 120 ريالا إذن بسط ومقام ولدينا تسع ساعات عمل إذن بسط مقابل 360 ريال هنا لا أستطيع أن أحول المعدلات إلى معدل وحدة لذلك أنا لجأت إلى الكسور المتكافئة إذن لجأت إلى الكسور المتكافئة إذن نكتب المعدلات ثلاث ساعات مقابل 120 ريال وكذلك لدينا تسع ساعات مقابل 360 ريالا الآن ما العدد الذي نضربه في ثلاثة ليعطيني تسعة ما العدد الذي سنضربه في ثلاثة ليعطيني تسعة الآن سأجد الكسور متكافئة إذن هو العدد إذن سنضرب بالعدد ثلاثة ضربنا البص إذن سنضرب المقام ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة صحيح ثلاثة ضرب مائة وعشرون ثلاثة في صفر صفر ثلاثة في اثنان ستة ثلاثة في واحد تساوي ثلاثمائة وستون ريال إذن هنا ضربت البص والمقام في ثلاثة وأعطاني الناتج تسع ساعات على ثلاثمائة وستون إذن هنا نلاحظ أن المعدلان متناسبان لأن وجدنا هنا الكسور متكافئة إذن المعدلان متناسبان أي أن تكلفة تناسب الساعات العمل متناسبة الدرس حل التناسب حل التناسب ما هو حل التناسب؟ تعرفنا على التناسب الآن سنتعرف على حل التناسب حل التناسب هو إيجاد القيمة المجهولة فيه حل التناسب هو إيجاد القيمة المجهولة فيه كيف سنوجد القيمة المجهولة فيه؟ سأستخدم أما الكسور المتكافئة أو معدلات الوحدة أو التنبؤ في مواقف التناسب إذن لدينا عدة طرق نستطيع إيجاد حل التناسب فيها انظروا هنا إلى تدريب 14 صفحة 92 21 من 35 تساوي 32 من را الآن المطلوب أن نوجد قيمة را هذا هو إيجاد أو حل التناسب إذن المطلوب أن أوجد قيمة را قيمة را ما ميزتها هنا؟ تجعل الكسرين متكافئا أي أن 21 من 35 مكافئ للكسر 3 من را ما هي قيمة را هنا؟ إذن انظروا إلى الكسر أريد تحويل 21 إلى 3 ماذا سأفعل؟ هل سأجري عملية قسمة أم عملية ضرب؟ إذن سنجري هنا عملية قسمة قسمة بماذا؟ بسبعة 21 قسمة سبعة سيعطيني ثلاثة إذن بالتالي سيكون البسط قسمناه على سبعة إذن بالتالي المقام أيضا سنقسمه على سبعة 35 قسمة سبعة كام؟ ماذا يعطيني؟ كام؟ لنرجع إلى جدول الضرب سبعة 35 قسمة سبعة إذن خمسة أحسنتم إذن 5 ضرب سبعة 35 إذن 35 قسمة سبعة سيعطينا خمسة إذن ستكون قيمة را خمسة ستكون قيمة را خمسة إذن أصبح الكسران هنا متكافئان إذن قيمة را تساوي خمسة بهذه الطريقة أوجدنا حل التناسبات أوجدنا حل التناسبات لننتقل إلى تدرب أو تدريب على اختبار صفحة 94 فقرة 33 نسبة الوردات البيضاء إلى الوردات الحمراء في حديقة محمد ثلاثة إلى خمسة إذا كان عدد الوردات الحمراء عشرون وردة فكم تقريبا سيكون عدد الوردات البيضاء إذن الوردات البيضاء مجهولة إذن أنا أحتاج هنا إلى حل التناسب وردات بيضاء بالنسبة إلى وردات حمراء لنكتب التناسب الوردات البيضاء كانت ثلاثة من الحمراء خمسة لننتقل نكمل إذا كان عدد الوردات الحمراء إذن الوردات الحمراء تكتب أين؟ في المقام إذن عشرون فكم عدد الوردات البيضاء؟ إذن الوردات البيضاء هنا مجهولة سنكتب نرمزها بالرمز باء إذن الآن لدينا كسرين نريد أن نوجد قيمة باء وذلك بإيجاد الكسور المتكافئة انظروا هنا إلى المقام خمسة خمسة عند ضربها بأربعة سيعطينا عشرون إذن ضربنا المقام في أربعة سنضرب البص أيضا في أربعة كذلك ثلاثة ضرب أربعة سيكون كام؟ ثلاثة ضرب أربعة سيكون كام؟ سيكون إثنى عشر إذن قيمة باء هي إثنى عشر وردة بيضاء ما هو الاختيار الصحيح؟ الاختيار الصحيح هو فقراجين أحسنتوا ستة احتفالات في صفحة واحد وتسعون إذا كانت أربعة وثمانون كعكة تكفي لإطعام ثمانية وعشرون طفلة فكم كعكة تكفي لإطعام ثلاثين طفلة؟ إذن أولا سنكتب التناسب إذن سنكتب التناسب بعد ذلك نحله سنرمز للكعكات بالحرف كاف إذن سنرمز الكعكة التي تكفي لإطعام ثلاثين طفلا بالرمز كاف نكتب التناسب أربعة وثمانون لثمانية وعشرون طفلا إذن الكعكات كتبناها في البص أربعة وثمانون كعكة وثمانية وعشرون طفلا كتبناها في المقام تساوي الآن سنكتب الجملة الأخرى أو العلاقة الأخرى الكعكات سنرمز لها بكاف مجهولة من أو قسمة ثلاثون طفلا ثلاثون طفلا سنكتبها في المقام إذن الآن لدينا أربعة وعشرون من ثمانية وعشرون وهنا لدينا كاف من ثلاثون كيف سأحول ثمانية وعشرون إلى ثلاثين طفلا؟ لا أستطيع إذن أولا سأوجد معدل الوحدة نحول المقام إلى واحد إذن أولا نجد معدل الوحدة وذلك بالتقسيم على ثمانية وعشرون للبص والمقام سيكون ثمانية وعشرون قسمة ثمانية وعشرون واحد إذن المقام أصبح واحد أربعة وثمانون قسمة ثمانية وعشرون سيكون الناتج ثلاثة إذن ثلاثة على واحد الآن نستطيع أن نحول الواحد إلى ثلاثون طفلا وذلك بالضرب بكام؟ بالضرب بثلاثون أحسنتم إذن بالضرب بثلاثون للبص والمقام سيكون واحد في ثلاثون ثلاثون وثلاثة في ثلاثون سيكون صفر وثلاثة في ثلاثة تسعون إذن قيمة كاف تساوي كم؟ قيمة كاف تساوي تسعون إذن تسعون كعكة تكفي لإطعام ثلاثين طفلا إذن تسعون كعكة تكفي لإطعام ثلاثون طفلا أحسنتم رائع لنقل الآن إلى سبعة وعشرون اكتشف الخطأ وضع ياسر وراكان تناسبا لحل المسألة الآتية فأيهما وضع التناسب بصورة صحيحة؟ تعمل والدة بندر معلمة في روضة أطفال فإذا علمت أن هناك معلمة واحدة لكل إثنى عشر طفلا إذن عدد المعلمات لعدد الأطفال وجدنا أن عدد المعلمات إثنى معلمة واحدة لإثنى عشر طفلا نكمل وإن في الروضة مائتان وسبعة وستون طفلا إذن أين سنضع مائتان وسبعة وستون لنكتب التناسب؟ هيا إذن سنكتبها في المقام انظروا هنا العلاقة عدد المعلمات في البصد وعدد الأطفال في المقام إذن كتبنا معلمة في البصد وكتبنا إثنى عشر طفلا في المقام لنكمل مائتان وسبعون ستكون في المقام مع عدد الأطفال المعلمات ستكون مجهولة سين إذن هذا هو التناسب من كتب التناسب صحيح؟ ياسر أم راكان انظروا إلى ياسر كتب واحد على إثنى عشر سين على مائتان وسبعون إذن كتابته صحيحة راكان كتب سين على مائتان وستة وسبعون ثم كتب إثنى عشر على واحد إجابته خاطئة لماذا؟ لماذا إجابته خاطئة؟ انظروا إلى الترتيب هيا انظروا إلى الترتيب لتكتشفوا السبب مرة أخرى هيا هنا ياسر كتب المعلمات على عدد الأطفال ثم كتب العلاقة الأخرى سين هي عدد المعلمات مجهول مائتان وستة وسبعون أطفال إذن نلاحظ أن المعلمات كانت كلاهما في البسط والأطفال كلاهما بالمقام راكان ماذا فعل؟ كتب أولاً عدد المعلمات في البسط والأطفال في المقام بعدين كتب إثنى عشر أطفال كتبها في البسط ومعلمة في المقام اتفقنا عند كتابة المعدلات أو النسب لابد أن يكون البسط فرضاً هنا معلمات يكون البسط الآخر معلمات المقام أطفال إذن في المقام أطفال إذن راكان أخطأ في ترتيب كتابة النسبة أو المعدلات لذلك حلو للتناسب سيكون غير صحيح أحسنتم لننتقل الآن إلى خطة حل المسألة البحث عن نمط في خطة حل المسألة لدينا ثلاثة خطوات أفهم وخطط أحل وأتحق لدينا في حل النمط قد يكون النمط عددي وقد يكون النمط هندسي سنأخذ تدريب حمد في صفحة 95 أنا أبني نموذجاً لمجموعة درجات باستعمال المكعبات وقد استعملت أربع مكعبات لبناء الدرجة الأولى وثمان مكعبات لبناء الدرجة الثانية واثنى عشر مكعباً للدرجة الثالثة استعمل خطة البحث عن نمط لإيجاد عدد المكعبات اللازمة لبناء الدرجة الثامنة كم ستكون المكعبات في الدرجة الثامنة؟ إذن سنستخدم الخطوات أولاً سنحدد ما هي المعطيات المعطيات ماذا؟ بناء نموذج لمجموعة درجات باستعمال المكعبات أربع مكعبات للدرجة الأولى ثمان مكعبات للدرجة الثانية واثنى عشر مكعباً للدرجة الثالثة إذن هذه المعطيات المطلوب ماذا؟ إيجاد عدد المكعبات لبناء الدرجة الثامنة إذن هنا المطلوب أعطاني المهمة أستعمل خطة البحث عن نمط لإيجاد عدد المكعبات لبناء الدرجة الثامنة إذن الخطة هنا باستخدام النمط إذن نستطيع أن نستخدم الرسم لإيجاد عدد المكعبات ولكن هنا حدد لي البحث عن النمط الخطوة الثانية ستكون بالحل أوجد النمط نقترح هنا بأن نكون جدول يتكون الجدول من عدد الدرجات ومن عدد المكعبات سنكتب عدد الدرجات الدرجة الأولى الدرجة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة نحن نريد إيجاد الدرجة الثامنة في المعطيات أعطاني أن الدرجة الأولى كانت فيها أربع مكعبات والدرجة الثانية كانت ثمانية مكعبات والدرجة الثالثة كانت 12 الآن نستنتج قاعدة النمط 4 و 8 ثم 12 ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ هنا أنه في كل مرة أضفنا كم؟ أضفنا 4 4 زائد 4 ثمانية 8 زائد 4 سيكون 12 12 زائد 4 هيا لنكمل 12 زائد 4 سيكون 16 أحسنتم 16 زائد 4 سيكون ماذا؟ 20 أحسنتم 20 زائد 4 هيا نكمل سيكون 24 24 زائد 4 أيضا سيكون ماذا؟ سيكون 28 28 زائد 4 سيكون 32 إذن عدد المكعبات في الدرجة الثامنة ستكون 32 مكعبا توجد دي قاعدة 8 في جدول الضرب أضربها في كم يعطيني 32؟ إذن أضربها في أربعة إذن عدد المكعبات يساوي أربعة أمثال عدد الدرجات عدد المكعبات يساوي أربعة أمثال عدد الدرجات إذن أربعة ضرب ثمانية سيكون 32 مكعبا كيف أتحقق؟ أستطيع أن أتحقق من الحل برسم شكل لجميع الدرجات الثمانية وأحسب العدد الكلي في الدرجة الثامنة ليكون 32 مكعبا بالتالي ستكون إجابتنا بإذن الله إجابة صحيحة الآن تعرفنا اليوم على التناسب اتفقنا بأنه لإيجاد تناسب سأحدد هل هي علاقة تناسب أم لا باستعمال معدلات الوحدة وباستعمال الكسور المتكافئة بعد ذلك انتقلنا إلى حل التناسب واتفقنا معا بأنه نستطيع إيجاد حل التناسب باستعمال أولا كتابة التناسب على شكل معدل وحولها إلى معدلات وحدة أو إلى كسور متكافئة أو التنبؤ في مواقف التناسب مثل مسألة التي أوجدناها فيه مع الأطفال والكعكب بعد ذلك انتقلنا إلى خطة حل المسألة البحث عن نمط واتفقنا معا بأن لدي أربع خطوات ثابتة في خطة حل المسألة هي أفهم وأخطط أي أضع الخطة بعد ذلك أحل أن أنفذ خطتي بعد ذلك أتحقق هل إجابة صحيحة أم لا شكرا لكم أبناء الطلاب والطالبات على تفاعلكم بارك الله في علمكم وعملكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر